اليوم محاضرتنا ان شاء الله راح تكون عن اللمفاتيك تشو او اللمفاتيك أورغان واللمفاتيك أورغان هو نفسه راح يكون اللي مسؤول عن اليميونيتي يعني انا اليوم اذا اردأ احكي عن الميونيتي فشي اكيد راح يتفادر الذهني هو اللمفاتيك أورغان اذا نريد ناخد الميونيتي الميونيتي قدت عوامل بيها فكل لفنغ تشو راح يتعرض شنو الطلاب راح يتعرض الى فورن بودي او ماكرو أورغان او باثورجينيك ايجنت يعني فاكو مسببات علم طلاب لالامراضية اللي قلنا احنا كل المايكرو أورغانيزم اللي هي مثلا بكترية او بارس او مايكو بلازمي كل هاي السبب او فنقاي السبب لعله السبب اصابة علم للليفنغ اورغان او اللفنغ تشو فالسبب باثورجينيك او السبب امراضية علم لهذا الكائن الحي سواء هومان او انيمول او غيره زيان اذا نجي للميونيتي يمكن ان نقسمها الى اثنين اذا شيئا اللي هو مثلا نقول الديفيانس ميكانيزم يعني احنا مو فقط عدنا ميونيتي عدنا الديفيانس ميكانيزم الديفيانس ميكانيزم راح تكون طلاب احنا اخذنا مثلا الاسكين وقلنا الاسكين يعتبر شنوه خط الدفاع الاول ليش؟ لانه هو راح يكون شنوه عبارة عن بريار راح يحجزني الاندر او اذا نجي للديجيسف سيستم الديجيسف سيستم ايش بيه الستومك راح تكون بي انفيرومنت مالته اسيديتي فهاي نفس الحالة راح يكون عبارة عن ديفيانس ميكانيزم يعني اي ماكرو ارغانيزم راح يتعرض الى هاي الاسيديتي العالية ومن الممكن ان يختل زيان ادنا بعد شنوه مثلا هنان البجاينة نفس الحالة البجاينة راح تكون انفيرومنت مالته شنو طلاب راح تكون اسيديتي فهنا لا تسمح بدخول الماكرو ارغانيزم او تقضي على الماكرو ارغانيزم اللي يدخل من خلال البجاينة بالنسبة لل رسفيراتري سيستم نفس الحالة الرسفيراتري سيستم يعتبر المعرض الى دخول الفورن بادي او دخول الباثوجينيك ارغانز مثلا بكتريا او بيروس اهنان راح تعمل ان اهنان موجود بشبيه الطلاب راح يكون بها موجود القوبلي السيل بالاضافة الى وجود السيلية وقلنا القوبلي السيل من الممكن ان يتصق عليها الدست او يتصق عليها الفورن بادي وبواسطة السيلية يمكن ان تطرح هذه المواد الى الخارج فهنان مجموعة من الدفينس او الميكانيزم اللي هو بروتكتور سيربس اللي هي راح تحافظنها على بالاضافة الى مثلا الماث الماث بيشنو بي سلايفر غلاند وهذا السلايفر غلاند راح تفرزن ايزوزين اللي هو كمو بكتريا كانتي بكتريا كل هاي امور اللي ذكرناها تعتبر شنو تعتبر بروتكتب سيربس او تعتبر بيكانيزم نجي طلاب واضح هذا البروتكتور سيربس واضح طلاب جاء سمعوني فهنا احنا قلنا اكو ديفينس ميكانيزم وهذا ديفينس ميكانيزم راح نقسمه الى اثنين اللي هو اليميونيتي سيستم وعدنا البروتكتور سيربس ميكانيزم البروتكتور سيربس ميكانيزم قلنا واحدة من عدها الاسكين وقلنا الاسكين يحمل كبريار او كحاجز يرسلنا الاندر تشو اللي هي كنته في بقية التشو عن من عن الانفيرومنت فيعتبر هو خط الدفاع الاول قلنا بعد وجود الاسكين بالاستومك وهي الاسكين بالاستومك راح تمنع نمول الباثوجينيك اورغان من بكتريا او مايكو بلازما او فيروس او فانجاي كذلك وجود الاسكين بالاستومك ما للفاجينة هم كذلك تعتبر شنوه تعتبر بروتكتور كذلك وجود وقلنا موجودة اوان طلاب بالرسبيرتوري سيستم وهاي خلايا القوبلا بيها شنوه بيها سيليا وهي سيليا تمنع او من خلال القوبلا سيليا راح تلتصق عليها الدست يعني ذرات الغبار وكذلك يمكن ان تلتصق عليها الفورين بودي او المايكرو أورغانيزم وبعد ذلك يمكن طرحها الى خارج بواسطة السيليا وهاي سيليا قلنا تفيد في عملية شنوه طرح الباثوجينيك أورغان او الميوكس مع الداست مع الباثوجينيك أورغان كذلك قلنا اكو بداخل الماث الماث يعتبر معرض الانبيرومنت ودخول شنوه دخول الفورين بودي او الباثوجينيك أورغان وكذلك هاي الوجود الغدد اللعابية واللي هي مسؤولة عن الفراسفد انزيم معين يسمونه الايزو زوم اللي هي راح يكون يعتبر ك انتباكتريا كذلك اذا نجحنا الاميونيتي الاميونيتي راح نقسمها الى مجموعتين اللي هي راح تكون انية اميونيتي وهاي راح تكون عبارة عن باغو سايتوسيز وكذلك الناشرال كيرا سيل اللي هي راح تكون نسبة خمسة بالمية وكذلك الكوبليمنتري الكوبليمنتري زين الانيزو او الانية اميونيتي راح تكون هي عبارة عن يسمونها المناعة الفطرية امنيا قلنا تتكون تتكون للباغو سايتوسيز والباغو سايتوسيز احنا عرفنا عدة انواع من الباغو سايتوسيز وقلنا ادنا اذا نقسمها من خلال الكنكتف تشوف راح نقسمها الى مجموعتين اللي هي راح تكون الفري ماكرو فيتش وكذلك كشنطلب الفيكس ماكرو فيتش وهاي راح نشرحها بالتفصيل بالمحاضرة زين عدنا الناشرال كيلر وهذا يعتبر من الخلايا اللي موجودة مع الواتب للسير وتعتبر ناشرال كيلر يعني خلايا قاتلة المن الباثوجينيك ارغان عندنا الكوبليمنتري بان الكوبليمنتري عبارة عن شنطلب عبارة عن بروتين خاص راح يلتصف بيمن بالانتيجين يعني اي فورن بودي او باثوجينيك ارغان راح نطلق عليه شنوه راح نطلق عليه الانتيجين وهذا الكوبليمنتري عبارة عن بروتين وهذه البروتين رح يلتصف بما يلتصف بالأنتيجين أقلنا الأدبتف إيميونتي أو يسمونها الاسبسيفيك إيميونتي الأدبتف إيميونتي أو الاسبسيفيك إيميونتي نفس الحالة رح نقسمها إلى مجموع المجموعة الأولى رح تكون asyl암وميونتي الثانية يسمونها map datam rappers kich beingbirth teve يعني هنانا אحنا راح نتكلم بالمحاضرة هاي مالتنا راح نتكلم على البلنفوسات والتي linfoci وراح نعرف مصدر البيلنفوسات والتي linfoci من ينتجينا فهنانا الادبد اب ميونيتي او نسمونه الاسبيسيفيك اميونيتي راح نقسمها نقسمه الى مجموعتين والثانية راح نسميها سير مدية اميونيتي زين الهيومرال اميونيتي شن هي راح تكون هي عبارة عن البي لنفوسات راح تكون هي البي لنفوسات والبي لنفوسات راح تكون نسبة الخلايا اللي مسؤولة عن الميونيتي تقريبا 15% يعني 15% 15% نفس الحالة هاي البي لنفوسات طلاب مثل ما نعرف احنا الوايتب للسير راح تتميز شنو هي عفو تتميز ب short life تتميز شنوة بال short life فهي تعتبر شنوة تعتبر احد مكونات الوايتب للسير فتعتبر شنوة short life زين منشئها منين هاي البي لنفوسات راح يكون منشئها بالبداية اول ما تنشئ بمن تنشئ بالبون مرة زين هاي اذا نقسمها راح نقسمها الى مجموعتين كذلك هاي البي لنفوسات راح نقسمها الى مجموعتين المجموعة الاولى راح نسميها الاكتف بي الاكتف بي لنفوسات الاكتف بي لنفوسات يعني شنو الاكتف بي لنفوسات يعني هاي خلايا راح تكون فعالة ضد الانتي جين النوع الثاني راح تكون عبارة عن المماري بيلومفوسات عبارة عن المماري بيلومفوسات طلاب بالنسبة للبييلومفوسات راح تكون مو هي مباشرة اللي هي راح تتعامل وياما تتعامل ويالانتيجين لا راح تولد تحفيز المن لخلايا تدعى البلازما سيل والبلازما سيل اخذناها تعتبر واحدة من خلايا الكنكتف تيشو اللي هي الفريد فرح تحفز لنا البلازما سيل كذلك البلازما سيل راح تحفز توليدي يسمونها الانتيبودي الانتيبودي مثلا الانتيبودي راح يقسم الى مجموعة من الاجي جي الاجي ام وغيرها فهنانا البلازما سيل راح تكون مسؤولة عن إفراز الانتيبودي الانتيبودي هو اللي راح يتعامل ويامن راح يتعامل ويالانتيجين النوع الثاني قلنا المماري ميلومفوس يعني احنا اذا ريد ناخد مخطط الماكروفش هي الخط الدفاع الاول اللي هي قلنا موجودة موجودة بالسكين يعني احنا نفرض البكتيريا او الباتوجينيك اورغانز او مثلا الانتيجين دخل من خلال السكين من يدخل من خلال السكين بطريقة معينة دخل من خلال السكين هنا راح تصدق الى خلايا تدعى هي الماكروفش اللي عرفناها بداخل السكين من نوع الخلايا اللي بداخل السكين تعتبر يا خلية سميناها يا خلية هي تعتبر ماكروفش بداخل السكين ما طلاب اللي موجودين موجودة موجودة هنا بالسكين هي وقلنا اللانقر هاز عبارة عن ماكروفش فراح اصير هي الانتجين يعني شنه هي هي الخلية المسؤولة عن استقبال شنه طلاب عن استقبال الانتجين من تستقبال الانتجين راح هاية تهضم البكترية او الانتجين هذا وبعدين تطرح كمية شنه من المواد هاية اللي تتكسر تطرحها اللي خلية المواد يتعرف عليها شنه هو البيلومفوسات الغاية من عدها تحفيز البيلومفوسات البيلومفوسات قلنا من راح تتحفز راح تحفز لنا يا هي البلازمسيل والبلازمسيل هي المسؤولة عن توليد الانتي بادي بعض الاحيان يعني شو نقول هسا اللي هي الموجة الهونة الكورونا ليش احنا ناخذ الفاكسين طلاب الفاكسين يعتبر احنا اذا دخل الفاكسين هسا مباشرة بدون فاكسين الى داخل البدي اش راح يصير راح لازم تتحفز خلايا الماكروفيج والماكروفيج لازم تقضى عليها وش تولدينها تولدينها دبريز منيا او بقايا منيا من هاي الخلايا او من هاذ الفايروس زيان بعدين يتعرف عليها البيلومفوسات وبعدين من تحفز البيلومفوسات راح تتحفز وراها البلازم سير ومن تتحفز البلازم سير لازم يتولدينها شنوا انتوبادي وبعدين الانتوبادي راح يتعامل ويا من ويا هذا الانتجين فشوفون السلسلة راح تكون طويلة فالغاية من الفاكسين نقصر هاي السلسلة الغاية من الفاكسين نقصر هاي السلسلة ليش نقصرها بيقوليني الممري بيلومفوسات الممري هو عبارة عن التنويتد فيروس أو التنويدة بكتيرية أو ديت بكتيرية أو ديت فيروس المهم من يدخل إلى داخل الجسم هذا الفاكسين إش راح يسوي؟ راح يحفز الماكروفاج البيلومفوسيا وتولدنا الأنتيبودي زين الطريقة الثانية راح يدخل لنا النوبة الباتوجينيك اللي هو نفس الفايروس أو نفس هاي البكتيرية اللي إحنا مسوين شنوى باكسين ضدها إش راح تتحفز؟ رأساً بعد راح تتحفز البلازما سيل لأن هي عدها شنوى؟ الممري عندها خلايا تتذكر وجود شنوى؟ هذا البيلومفوس دخل سابقاً فرأساً راح تولدنا شنوى؟ البلازما سيل ويصير الأنتيبودي وراح تخسر هاي السلسلة وصير ردة الفعل المناعية سريعة وتقضي على الأنتيجين مباشرةً قبل أن يكون شنوى بيرملكيت أو قبل لا يكون شنوى؟ قبل لا يتكاثر واضح طلاب هاي العملية؟ طلاب واضح هاي العملية لو عيدها واضح دكتور ننتقل إلى اللي هي اللي احنا نطلق عليها السيل ميدياتر اميونيتي مقصر قسمنا الاميونيتي إلى يومورال اميونيتي وقسمناها إلى السيل ميدياتر اميونيتي اميونيتي راح تكون هي عبارة عن T-لمفوسايت احنا خريقنا أنه موجودة خليتي المسؤولة عن الادبتاف اميونيتي أو الاسو كوميونيتي راح تكون الاميونيتي اللي هي البيلمفوسايت والسيل ميديات اللي هي T-لمفوسايت بالنسبة لT-لمفوسايت هي خلايا تنفرز طلاباً من ثانيا تنفرز من البون مارو هي نفس الحالة هم لنفوسايت لنفوسايت بس هنا تنفرز من البون مارو ولكن هنا تولدها من البون مارو راح تتخصص الى بي لنفوسايت او تي لنفوسايت من تذهب النوب تروح الى داخل الثايموس الثايموس تعتبر الغدة الزاحترية الثايموس تعتبر الغدة اللي راح تعمل على تنشيط هذه الخلايا وتحويل يعني هي اصلا جاية التيلنفوسايت وراح تدخل بداخل الغدة الزاحترية اللي هي الثايموس وتعمل على تنشيطها وسويها ماتشور وسويها اكتف وتنقلها او تطرح الى البلاد للغاية من جهاز مناعي سيل توسيل هناك كانت البيلومفوسات ضد البكتيريا او ضد الباثوجينيك اورغاني اللي هو فيروس او فانجاي هناك البيلومفوسات راح تكون ضد الخلايا احنا عدنا تعفون معرضين الاصابة بالكانسر سيل او مثلا خلايا هنانا راح تتعرض الى التشوح او يصير بها دفك فليقضي عليها هي خلايا التيلومفوسات فالتيلومفوسات نسبتها تقريبا 80% يعني 80% كمية الخلايا اللي هي التيلومفوسات بالنسبة قلنا احنا البيلومفوسات راح تكون 15% يعني جهده في 11% زين هاي تعتبر التيلومفوسات راح تكون long life يعني شنوه امورها راح يكون طويل long life بس بينما البيلومفوسات راح تكون short life زين هاي اللونغ لايف راح تقسم الى طلاب الى التي هي التيالومفوسات راح راح نقسمها الى تيهلبر وتي ساتوتوكسيك التي والتي ساتوتوكسيك وتي سابرنسار وتي ميمري متى مامري وهداني اربع خلايا راح تساهم في عملية القضاء عليما على القضاء على الكانسرسيونيك او القضاء على الخلايا الكانسرسيونه زيني~~ التي هيلبر هي الخلية الأولى اللي راح تصدى لعملية أو القضاء علمًا على الخلايا وبعدها راح تحفز من التي ساتو توكسيك ومن اسمها التي ساتو توكسيك راح تنولديني الساتو كين وهذا الساتو كين تعتبر موات قاتلة أو محطمة علمًا للخلايا الكانسر سيل أو الخلايا المشوعة أو الخلايا الغير نظامية زياني انقسمتها الخلايا وقضت عليه هنا راح تتحفز بعدين انقضت يعني انتهت عملية الدفاع أو الديفينس راح تتحفز بأدي خلايا اللي هي تي سابرسر تعتبر تي سابرسر يعني تقلل أو يعني توقف انقسام الخلايا أو وجود الخلايا التي لينفوسايت زياني قدنا بعد قلنا التي ماماري في حالة تولد نفس الخلايا بعد ما يحتاج وجود التي هيلبر والساتو كين أو الساتو تيكسيك سيل هنا رأسي راح تتحفز تي ماماري وراح تقيم على هذا أو الباثوجينيك أرقام طلاب اللي هنا واضح هذا أنا حبيت فالمقدمة طلاب عنه التي سيل والبي سيل أو التي لينفوسايت والبي لينفوسايت زياني يجي هنا إذا مثل ما جاي يشوفون أمامكم راح نعرف اليميونيتي هي عبارة عن كومبتنت سيل يعني خلايا ناضجة خلايا ناضجة أو كومبتنت سيل راح تكون لها القابلية على ما هو القضاء على الأنتيجين أي شيء غريب الفورين بادي داخل الجسم كباثوجينيك أرقانز راح نطلب عليه قلنا الأنتيجين راح تولدين إميون رسبوس وقلنا هذا إميون رسبوس راح يكون سياريولار أو هيومرال أو يكون كلاهم يعني سياريولار أو أندي هيومرال زياني أجين إنتر ذا فورين سبستانس يعني هاي الخلايا راح تكون اليتي سيل أو البي سيل وكذلك الفاكوساتوس أو الناشر وكذلك الكوبليمنت هاي راح تعمل شنو للقضاء على اليمن أو ديستور الوصول والأنتيجين زيان الميون سيستيم إنكلود شنو راح تكون الميون سيستيم أو هاي الخلايا راح شي أكيد إلها شنو إلها مولد المولد الأول اللي هو البون مارو لكن هناني ما راح تصير عافتيف أو تنبج إلا راح تنتقل إلى مواقع أخرى اللي هي مثلا أن الليمف نوت وكذلك السبلين والثايموس والتونسل هذا اللي تعتبر شنو يعتبر من الأورغانز تعتبر كأورغانز زيان طلاب هناني هاي الأمو اللي راح تولدين الليمف والتشو يعني أو الخلايا اللي تيسل أو سيل راح تكون أما على شكل أورغانز مثل ما ذكرناها اللي هي الليف نوت والسبلين والثايموس والتونسل راح تكون هاي الميونيتي أو الخلايا هاي الليمفاوية أو التيسل راح تكون هي عبارة عن شنو عبارة عن أورغانز راح توجد هاي الخلايا بداخل الأورغانز أو تكون دبيوز يعني شنو دبيوز أكفة خلايا تكون سكاتر ومنتشرة أندر ذا شنو ذا إبيثيليوم إحنا قلنا الإبيثيليوم راح تكون الطبقة الأولى اللي هي وبعدين تجينا الطبقة البيازمنت ممبرين أو البيازل اللي هي تحتبر شنو عبارة عن تحتها راح يكون كونكتف تشو وهذا كونكتف تشو شيء راح تحتوينا على تيسيل أو بيسيل على شكل خلايا مفردة خلايا سكاتر خلايا مفردة منتشرة بداخل الكونكتف تشو وأخر لها طلاب هو الـ small intestine الـ small intestine إذا نشوفه أكو بيديليوم راح نشوف خلايا مفردين راح تكون عبارة عن تيسيل أو بيسيل كذلك راح نشوفه طلاب وين هم تحت البيثيليوم في الريسبيراتري كذلك موجودة خلايا مفردة أو نشوفها باليوروجينتال هم نفس الحالة باليوروجينتال أو الجهاز التناصلي والبولي اليوروجينتال شنوه هم أكو خلايا مفردة طور شنوه راح تكون عبارة عن تجمع من الخايا لكن مو غدة هي عبارة عن تجمع فقط خلايا متجمعة isolated اللي هي مثل هاي راح تكون عبارة عن شنوه البيرباتيج راح ناخد إن شاء الله بالداجستل سيستيم أدنى بداخل الانتستين وجود البيرباتيج هاي البيرباتيج موجودة تحت البيثيليوم وموجودة بداخل كنك تفتشو وتكون عبارة عن تجمع فتكون هذا التجمع نطلق عليها نية ديول يعني فالشيء عقيدة جدا صغيرة أو هي مو عقيدة لا محاطة بكبسول لكن هي عبارة عن تجمع من الخلايا اللي يكون لونها تقريبا دارك هاي بالنسبة للدفوز وبالنسبة للأورغان الأورغان قلنا الليف نود والثايموس والتونسل زياد هاي النفورغان يأما تكون برايمري يعني هاي البرايمري اللي عندنا راح تكون هي عبارة البرايمري راح تكون بداخل الفيتل أو بداخل بعد الولادة موجودة هاي البرايمري اللي برايمري نفورغان اللي هي من عدها شنو طلاب من عدها الفيتل ليبر وكذلك البولمرو والتايموس ليش ذكرنا هاي البرايمري الثايموس مثل ما تعرفون طلاب راح تكون موجودة الى مرحلة البيوبريت الى مرحلة النضوج بعدها راح تتحول هاي الثايموس الى شنو الى الى كذلك البولمرو البولمرو بعد فترة راح يتحول يعني يتقل كفاءة البولمرو فهنا راح تعتبر البرايمري اللي هي مسؤولة عن توليد الليمفو الليمفو راح تكون هي الفيتال اللي هي راح تكون بداخل الفيتاس والبونمرو وكذلك الثايموس بالنسبة من يصير أدلت ايج راح تكون الـ الـ اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي وكذلك السبلين والبونمرو بالإضافة لالترونسل كذلك الثايموس فإحنا اعتمادا على هاي الأورغان راح تكون عندنا راح تكون عندنا البوسات والتي لمفوسات وقلنا البي لنفوسات والتي لمفوسات واحدة من عدها راح تكون مسؤولة عن الهيومورال وواحدة راح تكون عن السيل مدية الثايم فالتي لمفوسات راح قلنا راح نقسمها إلى تي هيلبر و تي سبل سيل بالإضافة إلى تي ماماري تي كيلار سيار زين تي كيلار أو تي سمونها ساتو توكسيك راح تفزلنا سكرية فو كينز اللي هي مسؤول عن قتل أو انترلوكين اللي مسؤولة عن قتل الفورن بادي يعتبر هذا كيمو تاكتك بالإضافة إلى أنه يساعد في عملية القضاء عليما على هذا الباثوجينيك أو الانتيجين زين النول سيل أو اللي يسمونه طلاب يسمونها الناشرال كيلر سيل بالإضافة إلى وجود الماكروفاج سيل اللي هي تعتبر بريزنتينك أو الانتيجين بريزنتينك سيل يا هي الماكروفاج الخط الأول بعد قصد الخط الدفاع الثاني بعد الاسكين مباشرة راح تتصدى الانتيجين هي الماكروفاج which act أنتي قلنا قلنا اللانقر هانز اللي هي تعتبر من الماكروفاج ولكن فكس ماكروفاج وقلنا اللانقر هانز سيل هي موجودة في سكين وهم نحصل حالة راح تعتبر أنتيجين بريزنتينك سيل قلنا المسيل اللي هي موجودة طلاب بداخل الديجستفتراك وهم تعتبر كأنتيجين بريزنتينك سيل زين بلاد مونوسايت طلاب إذا نجي للمونوسايت المونوسايت تعتبر تعتبر المونوسايت كماذر المن للماكروفاج يعني عملية نضوط الماكروفاج أو تولد الماكروفاج هي عبارة عن وجود المونوسايت المونوسايت تولديني الماكروفاج فالبلاد مونوسايت which can differentiation to ماكروفاج إذن المادر لماكروفاج هو طلاب هو المونوسايت الكفر سيل وذكرناها طلاب سابقا موجودة هي في الليبر وتعتبر هم تعتبر شنوه من الماكروفاج زين عدنا الماكروفاج وذكرناها طلاب بالعملي كذلك قلنا أو بالنظري توجد الماكروفاج بأحد تعتبر القليا سيل تعتبر من عوامل الدفاع وتعتبر خلية شنوه تعتبر مثل الماكروفاج وتعتبر بريزنتينج أو تعتبر أنتجين بريزنتينج سيل فهنانا راح تتعامل ويا من ويا الفوكشن قلنا البلازما سيل اللي راح تحفزها هي البلنفوسات والبلازما سيل هي المسؤولة عن توليد ال� você اللي هو الأنتيبودي ال�에 ج ج والأ جم والأ ج اي زين والأ ج ج والأ ج فالأ ج ج ماس سيل اللي هي راح تكون البيزوفيليك واليوكوسات كاري أج ج بالإضافة إلى اللنفوسات كلها هاي راح تتولدها راح تتولد من البلنفوسات راح تحفزيننا البلنفوسات لازمة سيال وتولديننا هذا الانتجين زين some body fluid secretion salivary and bile contain IgA يعني احنا ذكرنا موجود بعض الانتجين الانتبادي موجودة في السلايفة او موجودة بداخل بعض البعض البيل طلاب هاي هنان the macrophage system or isomoon nuclear phagocytosis phagocytosis اللي هي قلنا نفسها هي هاي المسؤولة الدفاع مالتها راح تكون this system is forming a group of phagocytosis which are presenting in different tissue قلنا احنا الماكروفاج موجودة في اغلب الاعضاء وراح تكون شنو تاخد كل قلية بوجودها بعض معين راح تاخد اسم خاص احتمادة الارغان الموجودة بها وراح تكون destroyed to foreign body زين how can we study the site of distribution of this seal انا اريد اعرف هاي الخلايا وشلون من تشرا او شلون تعمل راح يحقلون living animal بواسطة الصبغة الخاصة اللي هي عبارة عن indium او tribun blue او indium راح يحقلون بداخل living animal وهاي راح تعمل شنو هي هاي راح تكون عبارة عن صبغة راح يصدل هاي الصبغة هي نقلنا احنا كل مصدر الخلايا 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 الواتب للسيل ومحطي بليت ليت راح تكون هي البون مارو البون مارو هو المصدر الى كل هاي الخلايا is reached the phagocytosis cell as monocyte cell اللي هي المسؤولة عن توليد phagocytosis او توليد الماكروفاج او يسمونها الماكروفاج histocyte وقلنا الماكروفاج histocyte هي الخلايا الفيكس يعني من راح تثبت بداخل الارغان راح نطلق عليه اما ماكروفاج فيكس او نسميها ماكروفاج histocyte cell in the connective tissue or stoma زين ادنا الماكروفاج الفري اللي هي راح تكون present outside wall of blood sinus يعني احنا قلنا اكو خرية راح تكون شنو هي حرة ماكروفاج بلان ممكن تنتقل من البلد الى الكني بالنسبة للبراين قلنا الماكروقلية وهاي الماكروقلية تحرها من الميزودير وهي المسؤولة عن شنو عملية الربير او عملية القضاء عليهم على بالنسبة للبراين بالنسبة للبلاد منو سايد قلنا تحرها من الماكروفاج when migrate to the surrounding tissue يعني هنانا المونوسايد عندما تهاجر الى التشو راح تتحول الى ماكروفاج البون استيوكلاست البون استيوكلاست انتم اخذتوا بالمرحلة الاولى البون والخلايا اللي موجودة بالبون واحدة من الخلايا اللي اطلقنا عليها جاينسيوم او يسمونها الاستيوكلاست واللي هي موجودة بداخل البون وظيفتها تحطيم او قط يعني تكسير الكاليسيوم لاحيانا الجسم يحتاج قاللما يحتاج الى ايون الكاليسيوم في تحتاج الى يحتاج الى الكاليسيوم والجسم يحتاج الى الكاليسيوم الذي سيولد الكاليسيوم 240 وهو الاستيوكلاست الخلايا الناقضة للعظم وهاي الخلايا ستكون عبارة عن yenسيوم وعبارة عن وتينيوكلياستيوكلاست ستكون خلايا milyon arsenal وتحتوي على العديد من الانوية يوصل عدد الأنوية إلى تقريبا خمسين نوات قلنا الكنكتف تشو اللي هي الهيستوسات أو الكلاسميث ساتس وذي هاي فاقوساتوس السيل وموجودة بالقلنا المونوسات اللي هي فكس سيل و فري ماكروفيج تقريبا هاي المعلومات جاءتوا عال بالنسبة للنغ أدنى بداخل اللنغ أدنى خلايا هم تعتبر الماكروفيج ورح نطلق عليها هنانا بداخل اللنغ راح نطلق عليها الداس سيل اللي هي راح تقضي انكالف أوف داست بارتكلز فراح تطلق عليها الداس سيل بالإضافة إلى الهارد فييلر سيل وش كان انكالف دا بلد سيل انكيس أوف دا هارد فييلر يعني هنانا بعض الأحيان راح يصير عندنا كلوتينج فهنانا أكو بعض الخلايا اللي تقضي نعليم على خلايا الدم اللي صار بياه كلوتينج بالإضافة إلى قلنا الليبر وموجود بداخل الليبر اللي هي الفاغوساتوسيز أو بالإضافة إلى برازن أو ساد بلد ساينس يعني هي موجودة بالفاغوس يعني عبارة عن كوفر سيل ثابتة بداخل الليبر أو تكون عبارة عن هستوسات وقلنا الهستوسات عبارة عن متحركة أو ثابتة there are present and connective tissue the afostroma of the liver بالإضافة إلى وجود المونوسات والمونوسات عبارة عن قلنا طلاب هي المسؤولة توليدي الماكروفاج إذن المونوسات راح نشوفه كذلك migrate to form a blast to connective tissue فهنا راح تهاجر إلى داخل connective tissue of the liver بالنسبة قلنا للليف نود اللي هي مسؤولة اللي هي اللي هي الليف نود راح تكون الماكروفاج are present in the cortical and medulla lymphatic signs يعني هنانا بداخل الليف نود كذلك بداخل الليف نود أكو شنو أكو ماخروفاج وهي الليف نود الموجودة بداخل أو الماكروفاج الموجودة بداخل الليف نود للقضاء على البكترية أو الانتجين ليش لأن هنا بعدتي الخلية ما صادرة أو بعدتي ما صايرة بيها شتو نقول الماكور فهنان وجود الماكروفاج للقضاء على الانتجين بداخل الليف نود السبلين السبلين كذلك موجود بداخل السبلين كنتين هستوسات اللي هي الماكروفاج واغوساتوس السيل بالنسبة للسكن لنا بالإدير موجود اللانجرهان سيل زين شنو ميزات الهستولوجي كاريكترستيك أو ده مونو نيوكليار أو واغوساتوس السيل The origin from circular body أو blood من المونوسايت The cell membrane are rich in receptors يعني هنانا أكو موجود على الفاغوساتوس أو على الماكروفاج موجودة مجموعة من الرسيبترات تساعدها في عملية تحديد موقع الانتجين بالإضافة إلى الكيموتابتر The سيتوف اللازم usually contain foreign residual bodies يعني هنانا أكو بالساتوب لازم دايما نشوف الماكروفاج أكو بعض الفورم بادي أو بقايا الفورم بادي موجودة بداخل الساتوب لازم ما للماكروفاج They have merely lysosome and ribosome يعني هنانا موجودة كمية من اللايسوسومات لأن قلنا عمل الماكروفاج راح تصير عن طريق اللايسوسومات يعني هي راح تسوي endocytosis ل foreign body أو الانتجين وبعدين راح تفرز عليه اللايسوسوم راح يفرز عليه انزيمات حالة وتقضي علي من على هذا الانتجين يعني قلنا احنا اي خلية فعالة أو active لازم بيها راح تكون هاي العضيات اللايسوس اللي هي ال rough endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum هاي كلها الميتو كندرية هاي الامور كلها موجودة بال active زيار يعني هنانا النواة مالتها راح تكون عبارة عن kidney shape يعني احنا الماكروفيج من تنتقل الى الكنكتف تشو راح يكون عمورها long فراح تكون عبارة عن موت لكن في داخل البلاد راح يكون عمورها تقريبا سبع ايام او عشر ايام ما تتعدى هذه الفترة بقايا موتينيوكليار اللي هي عبارة عن عبارة عن جانسية راح تكون عبارة عن جانسية الخلايا عملاقة زين الفكشن موتينيوكليار احنا عرفنا الفكشن موتينيوكليار راح يكون عبارة عن شنو فاقو ستاسس بكتيريا والفورم بدي بقايا الفورم بدي من تشو يعني هنا نعم تقوم بعمل خزن للأيرون من الخلايا المتهتكة الان out RBC they have an important role immunological function يعني احنا قلنا الخلية الاولى اللي راح تصدى هي الماكروفاج والماكروفاج ابعدين من راح تصدى راح تولدين بقايا هذا الانتجين راح بنو وتحفز الانفوسايت فهنا راح تزاعد في عملية immunological function they healed healing of the tissue يعني هنا الهييلن من التشو راح يصير هم في عملية احنا احنا عدنا من يصير انجري راح تصدى هي شي اكيد الماكروفاج للقضاء اليمن على الانتجين اللي راح يدخل عن طريق الانجري فهنان راح تساعد في عملية شنوة في عملية جذب المواد المساعدة في عملية والقضاء هي راح تقضي اليمن على طلاب هنانا فالمخطط يراوين هنا طلاب البون مارو والبون مارو راح يكون هي الهيماتو بويسيز اللي هي عملية توليد كل مكونات الدم لكن هنانا راح يشوف عبارة عن هيمو سايتو بلاست اللي هي راح تتولد 데 اللينفويد ستيم سيل او تكون اللينفويد ستيم سيل باتجاه ثاني اللي هي هنانا راح تكون T لينفوس وهنانا راح تكون B لينفوس هاي شي اكيد اللينفويد ستيم سيل راح تهاجر للمن للليمفويد الستيم لل راح تكون شنو راح نقول تنضج وتنتقل بعدين الى ماتشور تيسير اهناني راح تتحول الى الناشرال كيلار او بي لينفوسات وكذلك راح تنتقل الى الورغان اللينفويد اوغان وكذلك راح تصير اكثر نضج اذا مصدر البي لينفوسات الناتشورال كيلار التينفوسات هو البون مروح احنا مساعد ذكرنا قلنا احنا اللي هي عبارة عن تجمع من الخلايا راح تكون موجودة في الانتستين مساهمتها راح تساهم في عملية القضاء على الانتيجين اللي يدخل الى داخل الانتيستين يعني هنا من الممكن احنا قلنا الديجستف سيستم معرض الى الانفايرومنت فمن الممكن ان يدخل شنوه الفورن بادي عن طريق الديجستف سيستم او الانتيجين فهنانا كمية الانتيجين تدخل الى داخل الديجستف سيستم كمياتها كبيرة فهنانا رب العالمي يخلفت وسيلة الدفاع اللي هي البايرباتيش اللي هي راح تكون عبارة عن خلايا تجمع خلايا وليس شنوه او قد او ليس اورغانز زين يقول الميوكوزة اسوسيتد لمفاتيك تشو هذا المختصر خوف يعني موجود ادكم او شوفونا راح يكون عبارة عن ميوكوزة اسوسيتد لمفاتيك تشو اللي هي م اي ال تي وقلنا هذا راح تكون هي البايرباتيش التونسل بالاضافة الى اخرى small accumulation of the lymphoid tissue هاي طلاب فالصورة توضح لنا الليمفويد الليمف نود راح توضح لنا الليمف نود بداخل الانتستين فهذا الانتستين لومين زين اندر دا ابيثيليم راح يكون موجود شنوه بداخل كل نحو هي البايرباتيش طلاب جايز سمعوني طلاب جايز سمعوني طلاب اللي هنا واضحة لو تركوا ونتخلصوا على ما تروحوا للدراسة ما لان انت اومي واضح المحاضرة نعم بسرعة واضح نرجع نقول ب lymphoid system اللي هو lymphatic bezels يعني احنا lymphoid system منين راح يتكون شيء اكيد عندنا lymphatic bezels اللي شرحناه مع البلار عندنا lymphatic bezels وعدنا lymph لان lymphatic bezels شيء اكيد هاي الانابيب او الهال راح يكون بداخله شنوى بداخله lymph اذا lymph هو عبارة عن fluid كناك تفتشو يعني احنا قلنا البلاد راح يولد fluid يساعد في عملية نقل المواد الغذائية نيوترشين او الويست من الخلايا الى البلاد او من البلاد المن الى الخلايا فهنا هذا الفلود يعاد تجميعه بواسطة lymph bezels وعند دخول هذا السوائل او fluid كناك تفتشو راح يطلق عليه بداخل الليمف يطلق عليه بداخل المنف يطلق عليه الليمف فالليمفويد تشو راح يكون عبارة عن diffuse lymphoid تشو اللي قلنا هي عبارة عن شنوى خلايا راح تكون منتشرة under the epithelium او تكون ليمفويد نود نود يول او خلقة صغيرة او ليمفويد اورغان وقلنا الليمفويد اورغان اللي هي الليمف نود بالاضافة الى الثايموس والسبلين والتونسل زين بالنسبة للثايموس اللي هي راح تكون active during face or youth يعني هنانا في حالة الشباب او في حالة اليون هنا راح تكون يا هي الثايموس after the puberty الثايموس راح تختفي وتتحول الى adipose tissue زين السبليين يحتبر largest organ in the lymphatic system of the lymphatic system يا هو السبليين يعني السبليين فات عضو جدا كبير يعني اكبر عضو بالنسبة للليمفاتيك system زين طلاب هاي ذكرناها عدنا بالنسبة للتي سيل او تايماس ديبيندين عدنا الساتو توكسيك تي سيل والتي هيلبر وكالا ذلك التي سيبرسار والتي ماماري سيل اللي هي تعتبر من الثايموس اللي تولد يعني من البون مرة وتذهب الى الثايموس ويصير بيها ما شو رشي زين البي سيل وقلنا البي سيل بها أدة أنواع اللي هي البي المفوسات والبي الماماري اللي هي راح تحفز لنا البلازما سيل بروفويد يومورال اميونيتي والماماري بي سيل ستاتل بادي فايت أو تايم أو انفكشن يعني هنا الماماري بي سيل راح إذا صارت أدي إصابة مرة ثانية بنفس النوع من الانتي جين راح تصدّى لها هي الماماري بي سيل أو البي المفوسات الناشرة الناشرة كيلار هاي فد أنواع موجودة طبيعية أو الناشرة كيلار فد خلايا موجودة بداخل الجسم أو داخل البلاد هنا أكو تصنيف ثاني أو هو نفس التصنيف راح يكون بين المفوسات والتين المفوسات ناشرة كيلار أو سبورتين سيل انتراكت ود المفوسات بريزن انتجين تو المفوسات الأذر تايف تعتبر كذلك من المفوسات سيستم راح يساعد في عملية القضاء على الانتجين اللي هي مثلا المونوسات الماكروفج نيوتروفيل إزونفيل وبيزوفيل هاي كلها خلايا الويت بلاد سيل نحن عرفنا طلاب نيجي هسه طلاب الى المفاتيك سيستم وقلنا المفاتيك سيستم ذكرنا عبارة عن المفاتيك تشو اللي هو راح يكون عبارة عن نول اللي هي المفاتيك نول بالإضافة الى سبلين تونسل الثايموس هاي كلها عبارة عن زياد إذا رجي للستركتشر ما لللمف احنا أخذنا الليمف طلاب وقلنا المفاتيك كابلاري المفاتيك بازلز يعني هنانا عدنا نفس الحالة راح يكون لمفاتيك كابلاري وهذا لمفاتيك كابلاري هي شعرات دقيقة من الليمف وكذلك راح يصير عدنا تكبر هاي تولدين الليمفاتيك بازلز وهاي راح تنقل لنا الليمف المن الى البين زين فورميشن اوف للمف قلنا احنا راح يصير عملية والبلاد راح يطرح سواء البعدين ما ظلوا بداخل افتشو راح تنتقل عن طريق الليمف الى ترجع الى البلاد هاي ذكرناها هنا فد مخطط او فد مقارنة طلاب جدا مهمة بين البلاد كابلاري واللمفاتيك كابلاري وهاي تقريبا بريزنس سوبرفيشيال يعني هنا البلاد كابلاري راح يكون سوبرفيشيال نوعا ما راح يكون سوبرفيشيال بينما الليمفاتيك كابلاري راح يكون بريزنس مور ديب في بوزيشيال بلاد كابلاري يعني هنان راح يكون الليمفاتيك بزيلز هو اعمق يعني وجوده اعمق من الكابلاري زين برانشد بزيل بزيلز أو بزيلز يعني هنان الارتري قلنا احنا تولد يعني اللارج ارتري الميديوم ارتري بعدين راح يصير سمول ارتري بعدين الارتري بعدين الارتري راح يتحول الى كابلاري والكابلاري راح يتصل بيما بالبني هنا لا ما كنت هذا التسلسل راح يكون عبارة عن ستارت بلاين يعني هنا قلنا بداية الكابلاري او بداية اللمف بزيلز راح يكون عبارة عن شنو بلاين يعني هنا راح يكون مزدود من احد الاطراف يعني شلون قلنا التس تيوب ما لات من اللي نشوف بالكيميا راح يكون احد الفوهات او احد النهايات راح تكون مزدودة زين آر زين آر كنت المزلز راح ترتصل بي من طلاب راح الكابلاري هاله راح يتصل باللمزلز زين they have uniform diameter يعني هنا diameter ما لال blood vessels او الكابلاري راح تكون شنو متضمة uniform يعني موحدة او شنو متضمة هنا الديام راح يكون regular زين الاندوثيليا ما الكابلاري قلنا احنا اخذنا بعض الانواع من الكابلاري راح يكون venisterated هنا no venisterated endothelium يعني الاندوثيليا ما الكابلاري العفور راح يكون شنو continuous يعني ما بي venisterated غير مثق they are surrounded هنا بال البلد كابلاري يكون surrounded with the basement membrane and beryl sites وين هذا بالكابلاري هنا هالشي ما راح نشوف بالكابلاري ما موجود البيض منبر وما موجود البيض the lumen is usually patent يعني هنا دايما يكون اللومن مفتوح تقريبا بالكابلاري هنا اللومن يصير بي collabs يعني من الممكن شنو ينغلق يصير بي collabs بي لا تقريبا البيض في موجود بي بعض الاحيان كابلاري ما يحيط الكلاجين هنا تقريبا الكلاجين فيبر ووجود الكلاجين فيبر هنا راح يكون يبن البيض هنا يبن هذا ما يخص الليمفاتيك كابلاري لكن اللاج للمفاتيك بزلز قلنا اللاج للمفاتيك بزلز راح يكون مشابه الى البيض يعني هنا تقريبا هم ب تونيكا انتما تونيكا ميديا انتونيكا ادفنتيشي اذا راح يكون سيميلار تو بين داي او هاب ضل يعني هنا مشابه للبيض تقريبا راح تحتوي نفس الطبقات من تونيكا انتما تونيكا ميديا انتونيكا ادفنتيشي وكذلك يحتوي على الباض هاي صورة تقريبا مقارنة بين الليمفاتيك بزلز والكابلاري او البلد كابلاري صورة اخرى طلاب لوجود شنوه الاند اهنا نشوف الاند ما للمفاتيك بزلز او كابلاري راح تكون مزدودة راح تكون مزدودة من احد جوانبها راح تكون مزدودة ومفتوحة يعني الطرف الاخر يكون مفتوح راح يتصل بيما باللمفاتيك بزلز نفس الحالة هاي صورة طلاب راح توضح انه هنا الكابلاري وهنان موجود الليمفاتيك بزلز وراح نشوف الاندوثيلي سير وجود الاندوثيلي بالنسبة طلاب الليمفاتيك سيستيم يكون هو الليمفاتيك راح تكون طلاب انتم اغلبيكم اغلبيتكم شافين الليمفاتيك او متحسسين هاي بعض الاحيان يصير يعني شون نقول فدمنطقة تحت الاكزلاري تكون شنو بالاكزلاري وراح تكون تقريما تورم بالاكزلاري يكون على شكل أوبل ستركتر وهي نفس الحالة هي عبارة عن أوبل ستركتر لوكيد لون لينفاتيك يعني هنانا شنو الليمفاتيك فزلز راح تكون هي عبارة عن فلتريت للمن يعني هانا الليمف ماينتقل الى البلاد اللي يصير لعملية فلتريشن زين الفلتريت هاد وين يصير او الفلتريشن وين راح يصير راح يصير داخلي الليمف نوت هاي الليمف نوت شي اكيد احنا من قلنا احنا اما تكون على شكل خلايا اللي هي سكاتر أو ديفيوز او تكون على شكل اورغان وهاي الاورغان راح تكون هي الليمف نوت اذا راح يحيطها شنو وين الكابسول اذا راح يحيطها كمية من الكابسول وهذا الكابسول راح يولد شنو الكورتكس والكورتكس راح تكون outer portion والجيرمينال center بروديوس الليمفوسات بالاضافة الى المدولة يعني كل كورتكس لازم وجود مدولة او من توجد المدولة لازم وياها كورتكس فالكورتكس ادنا راح تكون outer المدولة راح تكون inner بداخل الكورتكس راح نشوف الجيرمينال center اللي هو مسؤول او بروديوس المسؤول عن توليد الليمفوسات المدولة راح يكون مدولة كورت وانا راح انشاء الله نشوف الصور اللي راح توضح الى الليمف نود الليمف enter the node through the lymphatic vessels يعني هنا قلنا قبل لا يدخل الليمف الى داخل ال بين راح يصير عملية filtration الى الفلتر راح يصير عن طريق شنوه عن طريق الليمف نود فهنانا شي اكيد اكو لازم lymph vessels يتصل بمن يتصل باللم فسمينا efferent lymphatic vessels flow the sinus وهذا راح يدخل بداخل الليمف نود وراح يخرج بالefferent lymphatic شي اكيد راح يطلع ب vessels الى البلد الليمف سنروح للصورة الصورة اكثر توضيح هنا طلاب اذا شوفوا الليمفاتك او الصورة عامة الليمف نود او الليمف اورغان راح نقسم طلاب الى منطقتين صورة عامة راح نقسم الى منطقتين المنطقة الاولى راح نطلق عليها السترومة ماذا هي السترومة طلاب وياجا سمعوني نعم دكتور السترومة موانع باني احتي الوحدي خافين قطع النت واحتي الوحدي بالنسبة للسترومة السترومة عبارة عن كابسول السترومة اللي هي عبارة راح يتكوى من ثلاثة اشياء اللي هي عبارة عن كونكتف تشو اذا شوفوا المؤشر طلاب شوفوا المؤشر شوفوا المؤشر يتحرك ايه دكتور اذا اذا اكو كابسول يحيط لنا بمن يحيط باللف نود هذا الكابسول راح شي اكيد يحيط باللف نود من الخارج يعني مغلفة بواسطة كابسول وهذا الكابسول عبارة عن شنو طلاب عبارة عن كونكتف تشو اذا هذا الكابسول عبارة عن كونكتف تشو فالكونكتف تشو راح يكون يحتوينا على شنو يحتوينا على فايبر اللي هي مثلاً Collagen Elastic Fiber بالإضافة إلى Seal وقلنا Seal أنه من الخلايا الجداً مهمة بالنسبة للConnective تشو اللي هي ياه يا طلاب يا خلية جداً مهمة بالنسبة للConnective تشو دائماً نشوفها بداخل Connective تشو طلاب يا خلية واحد يجاو لا الفايبر بلاست طلاب عندنا الفايبر بلاست اللي هي من الخلايا الجداً مهمة ليش طلاب الفايبر بلاست واحد يقول ليش الفايبر بلاست بالذات مهمة بالنسبة للConnective تشو دكتور لأذن خلالي الأخرى تنشأ من عدلة الجيد هي من الممكن أن تتخصص لكن لا أكو سبب ثاني قلنا احنا بالبون أو الكاتريج قدنا شنوة بالبون احنا قلنا بلاست يعني البلاست من الممكن قلنا صح أن تتخصص ونفس الوقت يعني احنا قلنا الكوندرو بلاست والكوندرو سايت الكوندرو بلاست والكوندرو سايت مسؤولة عن توليد شنو طلاب قلنا مسؤولة عن توليد الفايبر والماتريكس فهنانا طلاب لازم ويا الكوندرو بلاست او الكابسول ويا كل الكوندرو بلاست ويا الكوندرو بلاست موجودة شنو طلاب موجودة الفايبر بلاست ليش الفايبر بلاست يعني الفايبر بلاست مسؤولة عن توليد الفايبر ومسؤولة عن توليد شنوه الماتريكس فاهم وين ما نشوف الكوندرو بلاست بالإضافة إلى وجود الفائبة هذا الكل نفتشو يبحث لنا يسمونها سبتة أو ترابيكيولي راح تقسم لي اللف نود إلى شنوه إلى لوب إلى فصوص لكن هذه ترابيكيولي يعني هنا مو كاملة يعني شوفونا فقط موجودة تقريبا وين طلاب موجودة بالكورتكس يعني هاي المنطقة اللي عليها المؤشر أو هاي الأشياء الكروية الكوربس هي عبارة عن شنو طلاب عن منطقة الكورتكس إذن راح يكون السترومة عبارة عن كابسول من الكونكتف تشو وهذا الكابسول أو الكونكتف تشو راح يبعث للي ترابيكيولي راح يقسم لي اللف نود إلى شنوه إلى فصوص إلى البيوت بعد شو موجود عندنا اول 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 ا بالكيس مال البطاطا اللي هذا مثقب وكأنه شبكة وكأنه شبكة تحيط بمن؟ تحيط بالبرانتيمة هسه عرفنا احنا الجزء الاول اللي يكون الليف أو الليمفاتيك اورغان هو شنوه؟ استرومة والسترومة راح تتكون من مجموعة من الاشياء اللي هي الكنكتف تشو بالاضافة الى الكنكتف تشو اللي هو راح يسوي لنا كابسول يبعث لنا وكذلك وجود الريتوكيولر فورم اللي هو راح يكون عبارة عن الريتوكيولر فايبر والريتوكيولر سيل فالجزء الثاني بالنسبة لللمف اورغان راح يكون هو البارينتيمة طلاب البارينتيمة هي عبارة عن شنوه؟ عبارة عن التي سيل عند البي سيل يعني طلاب اذا نريد نشبه هسا هاي الليمف نوت نشبهها بيمن طلاب نشبهها تقريبا بالرمانة او الرمانة الرمانة ش راح يصير بيها من الخارج القشر مالته اللي هو الكابسول مصحيح القشر مال الرمانة شنوه كابسول نقول هو الكابسول من الكابسول بداخل الرمانة اكو شنوه اكو حواجز البيضاء تقسمينه شنوه الرمانة الى فصوص او بيها رتكولور فايبر بالاضافة الى الحب مال الرمانة راح يكون شنوه هو البارنكيمة هو الخلايا اللي مسؤولة عن عملية شنوه توليد الميونتي فهنا البارنكيمة هي والبيسيغ اذا عرفنا هسه المكونات مال الليمفاتيك اورغان طلاب واضح واضح طلاب واضح اذا نجي هسه لقلنا احنا الليمف نود وين راح نشوفها طلاب راح نشوفها تحت يعني شنوه بالأبط يعني بالأبط راح نشوف شنوه بالأكزلاري راح نشوف الليمف نود ميدستاينو يعني شنوه قلف اضم القص الانيقوانل ريجين الانيقوانل ريجين المنطقة اللي تقريبا راح نشوف بيها شنوه راح نشوف بيها الليمفاتيك اورغان او الليمف نود السيرفكال ريجين المنطقة الوجه او الرقبة راح نشوف بيها شنوه هم راح نشوف بيها الليمف نود بالأبدومن اللي هي تقريبا يمن اللارج انتستين الليمف نود بداخل الأبدومن راح نشوف كمية من الليمف نود فهنا عند تعرض هاي الليمف نود الى بكتيريا رح نشوف شنوى بها رح يصير الانتيجين رح يشوف بها تضخم فهنا طلاب رح يكون الستركتشور من الليمف نود عبارة عن سترومة وبرانكيمة وقلنا سترومة عبارة عن كلابسول وترابيكيولي والرتوكولار فورم اللي هو يتكون من الرتوكولار فايبر ورتوكولار سير بينما البرانكيمة رح تكون التيسية وكذلك البيسير زين طلاب اذا نجي الي الليمف نود احنا سبق وذكرناه اكو عدنا افيرانت و افيرانت الافيرانت رح يكون عددها طلاب دايما اكثر الافيرانت نمفزز رح يكون اكثر ليش لان هي رح تدخل هاي الاوعية او الليمف رح ينتقل من خلال هاي عفوا نسية الشكل المالي الليمف نود رح يكون مثل ما جاي الشكونة شبيه بالكدني شير او البين شير يعني شبيه بالكدني او شبيه بما طلاب بحبة الفاصولة رح يكون دخول الفيزلز او الليمف فيزلز من طريق اوعية رح نطلق عليها الافيرانت لامفزلز الاوعية القادمة من انحاء الجسم رح تدخل الى الليمف نود رح تخرج باثنين يعني اغلب الاحيان فقط اثنين يعني الافيرانت رح تكون عددها اكثر من اثنين او اربعة يوصل او خمسة لكن خروجها رح يكون فقط باثنين فيكون افيرانت لامفزلز اهنانا قلنا رح يكون هي اهنانا رح تنقسم الى منطقة نطلق عليها الكورتكس اذا شوفوا المؤشر يعني هذا منانا الى الكابسول هو الكورتكس طلاب فهذا هو الكورتكس منطقة ثانية رح نطلق عليها بارا سنترال ايريا المارا سنترال ايريا اللي هي هاي المنطقة رح نطلق عليها البرا سنترال ايريا ومنطقة ثالثة رح نطلق عليها المدلة نطلق عليها المدلة إذا نشوفوا هنا طلاب بداخل الكورتكس أكو عدنا راح نشوف نوديولز نشوف نوديولز يعني شنوه عقص صغيرة جاي شوفونها طلاب عقص صغيرة متشرة بداخل الكورتكس واضحة طلاب النوديولز واضحة ها طلاب جاي سمعوني النوديول راح تكون شنو طلاب راح تكون عبارة عن عقد موجودة بداخل شنوه بداخل الكابسول راح تكون عبارة عن عقد داخل الكابسول هاي راح نقسمها طلاب النوديول الى برايماري برايماري نيديول او سكندري نيديول يعني هنا راح تكون برايماري نيديول وسكندري نيديول شنو هاي البرايماري نيديول البرايماري نيديول راح تكون عبارة عن B-Lymphosate Immature عبارة عن تجمع لخلايا B-Lymphosate وتكون شنوة Immature وراح تاخذ لون Dark راح تاخذ لون Dark بعدين هاي Lymphatic Node راح تتحول الى Secondary Lymphatic Node يعني عدنا بداخل الكورتكس نوعين من النوديول عدنا يا اما نسميها Primary Nidule او نسميها Secondary Nidule Primary Nidule راح تكون عبارة عن تجمع أمنيا Immature B-Lymphosate ازيان بالنسبة للSecondary راح تكون السكندary راح تتكون من منطقتين راح تتكون من منطقتين ما واضحة بالرسم راح تكون من منطقتين المنطقة الاولى راح نطلق عليها Marginal Zone يعني الخط الخارجي وهنانا راح نطلق عليها Marginal Zone ازيان بالداخل راح نسميه شنوى Germinal Zone اللي داخل راح نطلق عليه Germinal Zone او نسميه Central Zone فالGerminal Zone راح يحتوينا على خلايا شنو راح تكون راح تكون خلايا ناضجة Mature B-Lymphocat Mature B-Lymphocat Mature B-Lymphocat راح تكون عددها قليل ليش لان هي راح تهاجر وتنتقل الى مثلا بداخل Blast Stream فهنانا ادنا طلاب راح تكون ادنا Primary Nodule وال Secondary Nodule Primary Nodule قلنا عبارة عن شنوى B-Lymphocat Mature Secondary Nodule راح تكون شنوى اللي هي راح تحتوينا على Marginal Zone وكذلك Germinal Zone اللي راح يكون بالسنتر مالتها وراح تكون شنو هي هاي الخلايا هنانا راح تكون Mature B-Lymphocat Mature B-Lymphocat زين المنطقة اللي سميناها Barocortex Area Barocortex والBarocortical Area هاي المنطقة طلاب راح تحتوينا على خلايا سميها T-Lymphocat راح تحتوينا على خلايا T-Lymphocat اذا بداخل Lymphloat موجود خلايا B-Lymphocat وموجود خلايا T-Lymphocat زين شنوى الغاية من وجود T-Lymphocat احنا قلنا في بداية الامر ان الثايموس عند البيوبوريتي راح شنو بيها شرح يصير بيها يصير بيها ضمحلات وتتحول الى Adipose Tissue فهنا ال Barocortical Area راح تحتفظن بمن تحتفظ او تكون هي مولدة المن للT-Lymphocat تحتفظن بالT-Lymphocat او تولدن الت-Lymphocat اذا بداخل اللينفنود موجود الB-Lymphocat وموجود كذلك الت-Lymphocat زين بداخل المدولة طلاب بداخل المدولة شرح نشوف بالمدولة راح نشوف الB-Lymphocat وكذلك كمية من الت-Lymphocat وكذلك راح نشوف شنوى البلازما سيل والماكروفيتش ليش نشوف هاي الخلايا الماكروفيتش لأن الماكروفيتش قلنا احنا مهمة في عملية شنوى القضاء أو القضاء عليه ال-NTG يعني هنا الخلايا بعده ما صار نارجه فهنا وجود الماكروفيتش كذلك وجود اختها هي البلازما سيل المسؤولة عن توليد ال-Antibody كذلك وجود البلازما سيل موجودة أو ال-B-Lymphocat العفو وكذلك ال-T-Lymphocat موجودة بداخل المدولة موجودة بداخل المدولة هنا اكو منطقة منطقة التخصر راح نطلق عليها الهلم وهذه الهلم هي منطقة لدخول ال-Artery وكذلك البين كذلك منطقة لدخول طلاب ال-Everent Lymph Visors بالنسبة طلاب لهذا structure ما ال-Lymph Nod واضح واضح طلاب سمعوني واضح لو عيدها نعم بك واضح عيدها لو واضح واضح طلاب تقريبا اللي هنا راح نخدم محاضرتني اترك مو شوية تقوم راح يا ريس يعني اترك محاضر ما ال-Embary والج اعتقد مو صحيح طلاب تعال دكتور اترك تأخذوا الراحة هنا قلنا طلاب يدخل طلاب العفو اللي يدخل ولي يخرج ما يدخل عندنا هنا بلاد يدخل عبارة عن Lymph ولي يخرج هنا Lymph بس هنا Arthro عبارة عن مو ناطق راح تكون مغذية النسيج هذا باعتبار نسيج فمن تدخل هنا بس نكمل هذا ونخلص Lymph Nod على مد ان شاء الله اسفوء القادم نكمل فهنا راح يدخل Lymph Nod هنا اكو شنو راح يسوي sinus راح يسوي عبارة عن شنو sinus فهنا سينوس راح نطلق عليه باعتبار هنا اكو كابسول فمن يدخل يسوي سينو سينوس يعني يتوسع اكثر فنطلق عليه الساب كابسول سينوس من يدخل الى داخل الكورتكل فنطلق عليه cortical سينوس من يدخل الى داخل المدولة كذلك نطلق عليه مدولة سينوس وبعدين يخرج بواسطة ال lymph vessels طلاب اللي هنا تقريبا خلصت مع حاضرتنا